بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مرحبا بكم متتبعاتي في هذا الفيديو ان شاء الله سنخدم معكم قراتان سهل للتحضير لديد بزاف بمكونات بسيطة وأكيد سيجبكم إلى جربته ان شاء الله ونبدأ مع المكونات ديال هاد القراتان سنحتاج البصلة كبيرة كنشلدوها الفلفلة الخضراء والحمرة كنقطعوه مكعبة صغيرة وبالنسبة للبطاطة احنا كنكونوا صلقناها مع شوية ديال ملح كنقطعوها مكعبة وتنسلقوها في شوية ديال ملح وتنقطعوها من ذاك الماء وكنحطوها هكذا في ميقلاة مع شوية ديالزيت غادي نسوطيوها مزيان مع بودر توم بودر وصفية تنخليوها تكتحمر بالنسبة هنا يلا الفلفل والبصلة كنعملوها شوية ديال الملحة شوية الابزار والتوم بودر تنشحروا هاد المكونات مزيان مع زيت زيتون وتنخليوها تكتدبلين ذك البصلة ودك الفلفلة كتطيب لنا مزيان وهذه هم التوابل اللي غادي نعملو شوية دي سكينجبير شوية الإبزار شوية دي القوزة كنحكوه شوية القوزة ومع الزعتر كي تويت بزاف مع هاد القراتة هذا وهاد الميلونج ديال هاد هاد التوابل كعطينا واحد المضاقة غزال لهاد القراتة هنا بعد ما تحمرت لي البطاطة كيف ماشته نخليه واغيت تحمر شوية وغادي نزيد الكفتة ديالنا مع ذاك البصيلة وذاك التوابل تهيا غادي نشحروها مع هاد المكونات وكن نغطيو عليها تكتطيب لنا شوية يعني ما تاخدش وقت بزاف باش تعود تكمل طيابها في الفران غادي نشحل مكونات كاملة ومن بعد كنناخدو المول ديالنا كنعملو فيه شوية ديال يعني كريمة ديال الطبخ انا كنستعمل هاد الكريمة هادي هي جتني خفيفة صراحة ما شيف حال الكريمة الاخرى قد نبدأ بهادي وغا نكمل بالاخرى كنعملو شوية ديال الكريمة هنا يمكن لكم تعملو لاصوس بشامل تصيبوها في الدار انا اختارت انا نخدم بهادو جاهزين هاد الكريمة ديال الطبخ جاهزة وكتعطينا واحد اللي بنا زوينا بزاف نسيت هنا ما قلت لكم تعملو يعني المقارونية اولا ليباتلي كتتحبون يعني هكذا الفيس اولا دك المجعبة مهم اي نوع ديال المقارونية كتحبو كتسلقوها مع الماء وشوية ديال الميلح شوية ديال الزيت مع واحد الوريقة ديال الرند وكتصفيوها عاد كتخدمو بيها مباشرة في دكاتنا وبالنسبة لبنات كتعملو يعني القياس ديال عدد الافرد ديال الوسرة ديالكم احنا غيقلال يعني كنعمل غي شوية شوية من الحاجة وبالنسبة لكفتة عملت مئتين وخمسين جرام ديال الكفتة وبالنسبة للمقارونية عملت تقريبا زلافة ديال المقارونية صغيرة كيف كتعرفوا مقارونية مني كتتتلقرها كتزيد كتتنفخ فانتوما كتعملو عينيكم ميزانكم حسب عدد الافرد الاسرة كنحطوه هنا كيف ماشتو كفتة ديالنا اللي تحرس مع ذك البصيلة والفلافن وما تخيلوش البنات هاد الكفتة نشحة كيجي لديد غادي تجربوا ان شاء الله وغادي تشكروني عليه سهل تحضير كيوجد في دقائق ممكن لكم تحضروه للعشاء او للغضاء كيف ماشتورها سهل وسارع احنا غادي نعمل طبقة الاخيرة ديال البطاطا كنسلقوها كيف موقت لكم في الما والملح وشوية ديال الزيت كنصفيوها تنسقطروها مزيان من الماء وكنصوطوها في واحد المقيلة مع شوية ديال الزيت كنصوطوها مزيان تكي تذهب اللون ديالها باش كنجينا في حل مقلية الماداق ديالاتي يجي زوين والديدة بزاف في الاخير كنعمل هنا شوي ديالة هاد الكريمة ديال الطبخ لانجلتني هاد خفيفة معجباتنيش فغلدي نكمل بالكريمة الاخرى اللي كان اعتمدها دائما في المطبخ ديالي انوريها لكم دابا هادي البنات هي باش كنخدم هادي يالا ماركة باش كنخدم زوينة وكتعطي واحد لوغو بنين وخاترة يعني في حال في حال العصوص بيشامل اللي كانصيبه في الدار كانجي عاقدة وزوينة صافي كان نعملها في الاخير وغادي نعمل في هوماج يعني الجبن الاحمر مبشور كانحكوه لحكاك الرقيقة وكانعملوه كطبقة في الاخير باش كتتحمر وفي هاد الاثناء سنكونوا تنسخلوا الفران ديالنا درجة حرارة 300 رفوقه لتحت وكاندخلوه قغتان ديالنا ما كانغطيوه ما تشي حاجة ندخلوه مباشرة هكذا للفران وكانخليوه العافية شعلة من الفوق ومن تحت درجة حرارة 300 تيخلونا تقاربا بين تول وتساعة تل نص ساعة ديال الطياب ما نخرجوش البنات نشوفوه بانه محمر من الفوق وطيب يحتمل تحت كيكون شد فراسو ما كتبقاش من ديك اللاصوس بشامل وبيضاء كنشوفوه بانه وصافي والاتكت تدهب هناك نعرفوه قغتان ديالنا رطاب وده بك ندخلوه الفران بعد ما كنخرجوه من الفران البنات كيجي المنظر دياله على هد الشكل هنتم مشتوه كيجي مدهب مزيان من الفوق والمكونات كاملة يعني طيبة ديجا راح طيبة كاملة غير اللاصوس بشامل ديك الكريمة ديال الطبخ نخليوه هات يعني الطيب تزيد طيب مزيان وتنسى جملينا مع العناصر وغادي نقطع معكم محتريف تشوفو كيفاش جمل داخل رائع غزال وغادي يعجبكم بزاف وسارع على البنات هكذا وصفت للاشا او لا يعني بزاف كان حيروحنا في العشا شنو نعملوا للاشا فهدقاتا هذا ساهل وسارع وكان هذا والفيديو ديالنا ديال اليوم كنتمنى نعينا لإعجابكم ومرحبا بالبنات اللي بغوا يتابنوا معنا في القناة مرحبا بكم وارف مرحبا دخلوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال وصفة ديالي ويا الله هالبنات نضوشوا مروا لي وصيبوها دقاغتا هذا وردوا علي في لي كومونتك كيف اشجاكم نشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته